اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تليها في المركز الثاني وتأتي في ثاني المراكز غازية محمد بن مطر بن سيب بن لاحج الهاجري تأتي في المركز الثاني والمركز الثالث هذه تواجدت غند لعبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري على المركز الثالث المركز الرابع شعار بن طحنون من الجانب الآخر وهذه تواجدت في حشيمة لفهد بن طحنون الهاجري يأتي في المركز الرابع بينما المركز الخامس خامس المراكز هذه قيادة تعود ملكية عبيد بن سعيد بن منانا الاكتبية تقدم في هذه اللحظات على خامس المراكز المركز السادس ساير شوية الجمري المركز السادس هذه السادس يا سلام وصلت في حشيمة لعلي بن أحمد بن علي العويسية وعلي بن حمد بن علي العويسية تقدم بينما المركز السابع وهذه لمحة لعبد الله بن هلال بن مبارك لعفاري والمركز الثامن ثامن المراكز الكدرية لحمد بن عبيد بن حلوسة العامري والمركز التاسع هذه محبة لمطار بن عبيد بن راشد بن عاضد المهيري والمركز العاشر أشوف هناك اللي في رهو 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 لحمد بن سعيد بن سبت الخيالي هذه النتيجة هذه نتيجتنا للمراكز الأولى المتقدم العشرة للمراكز في مسار هذا الشوط وانطلاقاته بهذا المسار وهذا الانطلاق الجميل عوده للمراكز الأولى عوده للانطلاق الأول نسير مع المقدمة والاتحادية الاتحادية ومانع بن سالم لغويص السويدي يتقدم مانع ويقود هذا المسار مع هذه الانطلاق والسيطرة وحاملة رقم واحد وهي رقم واحد كذلك في مسار الشوط وتنطلق مع مانع بن سالم لغويص يتقدم مع المركز الأول بينما المركز الثاني غند عبدالله بن سعيد بن تريس الظاهري يأتي في المركز الثاني ويندفع على ثاني المراكز بينما المركز الثالث عندك يا بن لاحج وهذه غازية محمد بن مطر بن لاحج يأتي في المركز الثالث والمركز الرابع بن طحنون رابع المراكز وحشيمة فهد بن طحنون الهاجري وأيضا بالحلوس هناك من أحد أعضاء القطاع الجنوبي ومصانع الجنوب يتقدم مشاهدي العزاء حمد بن عبيد بالحلوس العامري ويقدم الكدرية في هذا المسار بينما هناك أيضا حشيمة لعلي بن حمد بن علي العويسي يتقدم في هذه اللحظات ويأتي في المركز السابع بينما المركز الثامن هذه العمحة لعبدالله بن هلال بن مبارك العفاري هذه النتيجة هذه نتيجتنا للمراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط ومساره وانطلقاته ولوحة الاثنين كيلو متر اللي قادرناها في الخمسة كيلو مترات ولا زال الأغويس اللي مسيطر مسيطر مانع بن سالم بن مانع الأغويس السويدي يتقدم ويقدم لنا الاتحادية الاتحادية وتاتي الكدرية الكدرية عينها على الاتحادية تندفع على المركز الثاني وحمد بن عبيد بالحلوس العامري أيضا شعار يعرف الناموس ويعرف الفوز خصيصا في هذه الأشواط في الانتاج والمنتجين تميز تميز أيضا أيام مضت وسنين تقدم في الانجاز في الانتاج والمنتجين بينما المركز الثالث مع بن طحنون مع فهد بن طحنون الهاجري وأيضا هناك بن طريس الظاهري على المركز الرابع والمركز الخامس من الجانب الآخر الله مع الشاعر حمد بن علي العويسي علي بن حمد بن عامر العويسي يتقدم في هذه اللحظات وباللاحق غادم وغدوم كذلك من لمحة لعبد الله بن مبارك أو عبد الله بن هلال بن مبارك العفاري وشوفوا اللي وصلت سبت عشر هذه قيادة العبيد بن سعيد بن منانه يتقدم الله يا سلام يا سلام هذه النتيجة وهذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة الحاضرة في ميدان المرموم وانطلاقاته في سن اللقاية سن المفاجهات الأغويس مسيطر من البداية للتحادية من البداية قادة الشوطر أس من بدايته حتى هذه اللحظات وتبقالها تقريباً الثمانمئة متر الأخيرة ومانع بن سالم لغويس يتقدم مع المركز الأول المركز الثاني الكدرية الكدرية حمد بن عبيد بالحلوس العامري الثنتين في عرض جميل في انطلاق رائع الكدرية والاتحادية الاتحادية والكدرية الأغويس بالحلوس الأغويس بالحلوس الأمتار الأخيرة المركز الثالث شوفوا اللي وصلت هذه مثيرة ما دعناها ما يبنالها طاري قبل ذلك محمد بالزفنة بالويهي العفاري لحجت في الأمتار الأخيرة انطلقت في الأمتار الأخيرة ولكن يلا يا مانع يلا يا مانع يا بن سالم يا الأغويس حرك 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 الأمتار الأخيرة وسلاماتنا وتحيتنا راحت من البداية قادة الشوت راس وانهت راس من الاستار وهي بهذا الهداء الجميل تهانينا تهانينا مانع بن سالم لغويص وسلاماتنا مشاهدين متابعين الكرام للغويص على هذا الفوز التحدي ومانع بن سالم بن مانع لغويص يعلن الفوز المركز الثاني الكدرية لحمد بن عبيد بن حلوس العامري الثالث من ثيرة لمحمد بالزفنة بالويهي العفاري والمركز الرابع هذه حشيم بن حمد بن علي العويسي والمركز الخامس شفتها يا بضبيب ثمنت عش هذه اللي هي مرضية الدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري هذه النتيجة نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدين متابعين الكرام سبع دقائق وخمسة ثلاثين ثانية وجزين من الثانية تهانينا والناموس مشاهدين متابعين الكرام لمانع بن سالم بن مانع الغويص السويدي وسلامات صباحية جميلة في هذا الانطلاق سبع دقائق وسبع ثلاثين وثلاثة أجزاء الكدرية توقيتها اللي أتت في المركز الثاني وتهانينا لحمد بن عبيد بن حلوس العامري على هذا الفوز سبع دقائق المركز الثالث وسبع ثلاثين وثمانية أجزاء من الثاني اللي حلت فيه مثيرة لمحمد بالزفنة بالويهي لعفاري تهانينا للجميع تهانينا للجميع تهاني، تهاني نظر لعفاري تهاني نظر لشيء